الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تثين فيه أبدا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاثة وربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اليوم خطبتنا ستعجب أحد إخواننا الذي يجلس دائما في الصف الأول فقد طلب مني مرارا أن أتحدث في موضوع بر الوالدين فكنت أتحرج لأني كنت أقول له أنا أقل من يتحدث بهذا لأني لست أحسب نفسي من المبرين لوالدي فقلت دعني أن أتحدث في موضوع البر وسنتعرج على بر الوالدين من ضمن الموضوع يقول الشاعر الخير والشر عادات وأهواء وقد يكون من الأحباب أعداء للحلم شاهد صدق حينما غضب وللحليم عن العورات إغضاء كل له سعيه والسعي مختلف وكل نفس لها في سعيها شاء لكل داء دواء عند عالمه من لم يكن عالما لم يدرم الداء الحمد لله يقضي ما يشاء ولا يقضى عليه وما للخلق ما شاء يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صباح اليوم بعد صلاة الفجر كنت أتحدث مع زوجتي بالتأمل في معنى كلمة البر حيث أني كنت أبحث عن كلمة مرادفة لهذه الكلمة باللغة الإنجليزية ولم أجد لأن البر كلمة قد شملت معاني كثيرة فهي شاملة لمعاني الخير واتساع في الإحسان وفضل وصدق وطاعة وصلاح وعطاء هي كلمة جامعة لكل صفات الخير كالتقوى والطاعة والصلة والصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخير يأتي بالإيمان ومن ثم الأفعال النابعة عن تلك الإيمان من بر للوالدين وإحسان للجار والتعامل الحسن مع الزوج والأطفال فالبر من صدق التعامل من صدق التعامل والله بار بعباده الآية الكريمة معبرة عن معاني عميقة حيث أن البر الرحيم يذكرنا أن البر لا ينحسر بتولي الوجوه نحو القبلة بل إن البر الحقيقي ينبع من إيمان مجذر وأفعال تصدقه إخوتي وأخواتي الأمس في صلاة العشاء تلى علينا الشيخ محمود آيات آيات كنت أذكر كلام شيخي الراحل رحمة الله عليه الإمام الحانوتي شيخ الحانوتي فتلى قال ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فكان رأي الشيخ أن الصلاة والزكاة عبادتان تنبغي على كل شخص كان مسلما أو غير مسلم لأهميتهم بالصلة بين العبد وربه وبين الصلاة الاجتماعية إطعام المسكين إخوتي وأخواتي فعل هو ليس فقط أنك أنت تطعم واحد كي تساعده أنت تجذر لمجتمع متساون يسمو بالعدل حيث لا ينام أحد وهو جائع وقد ساوى الرحمن بين الصلاة وإطعام الجائع لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وهو العطف فاخترت اليوم قصة عجيبة رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية في صحيح مسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر كان يبحث عنه مع كل الحجاج والوافدين من اليمن قال نعم قال من مراد ثم من قرن من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة وهو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل إخوتي وأخواتي هذا أمير المؤمنين من أقرب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاك هذا الرجل فاطلب منه أن يستغفر لك فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي أمير المؤمنين يطلب من رجل أشعث أخبر يأتي من أبعاد الدنيا ويطلب منه أن يستغفر له فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس غبراء الناس أحب إلي ويقال أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر لو أنه أقسم على الله لأبره هو في أويس وهذه الخصلة أتت من بره لوالدته أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته من فوق سبع سماوات بسبب بره لوالدته البر إخوتي وأخواتي يشمل معاني الخير الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الآية الكريمة أن إذا الإيمان لا يدل على العمل الخير فما معنى هذا الإيمان إذا الصلاة لا تنهانا عن منكر وتحسن من أخلاقنا فما فعلت هذه الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا